فذو المال يشكو وذات الجمال تشكو والمستور يشكو ويقول اشمعنا أنا والله أعطاه لكنه نسيه اشمعنا أنا اللي ربنا بيستجبش دعائي اشمعنا أنا اللي ما روحتش أحج وأعتمر اشمعنا أنا اللي أولادي طلعين وحشين اشمعنا أنا اللي أولادي بيسأطه ولو نظر إلى نعم الله عليه التي يتمناها حسوده ويتمناها غيره ويرجوها غيره لعرف أنه لا يحسن أن يرى نعمة الله عز وجل يا أفاضل يا أحباب قال عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فوأجدروا ألا تزدروا نعمة ربكم فلينظر الإنسان إلى طعامه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وانعه اشهد لله عز وجل أنه أعطاك اشهد لربك إنك لن تزوق طعم السعادة حتى ترى ما عندك ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة رحاية الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الذي معهم ليس خيرا إنه فتنة لهم لنفتنهم فيه والذي معك مشكلة أنك لا تراه والذي معك خير وأبقى خير الذي معك خير الإبتلاء خير المنع خير محروم من الزرية والله خير اسمعني يا حبيبي في الله اسمعني يا حبيبي في الله أخي سامي متأخر عنك الحج محروم من الحج والله خير اسمعني يا أختي ياللي مش طيل الحج ولا العمرة ومعاك فلوس بس ما عندكش محرم مبتتقي الله ومش عايز السفن جير محرم والله خير كل قدر الله خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير هو خير هو هكذا خير هو كما هو خير عد منع الله عطاءا فإنه لم يمنعك بخلا وإنما كرما ليس دوما يبتلي ليعذب وإنما يبتلي ليربي ويهذب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إذا أصابته سراء شاكر فكان خير الله وإذا أصابته دراء صابرة فكان خير الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة السورة اسمها سورة الفتح سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إنكم لتعدون الفتح فتح مكة وإن لنعد الفتح يوم الحديبية الفتح ذاته ليس يوم أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام بعشرة آلاف حامل شعلة مجاهد مقاتل جندي منصور مكة المكرمة في عز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يؤشر للصنم ويقول وأقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويؤشر للصنم فيسقط ويطيح لم يكن هذا هو الفتح يوم أن زل أبو سفيان أبو سفيان أبو سفيان يحار في شانه ويتخبط ويتبرجل وينظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاتح ومعه العشرة آلاف فاتح ويقول ما رأيت مثل اليوم نارا ويل لمكة ما رأيت مثل اليوم نارا من كسرة المجاهدين الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملوا جميعا المشاعل هذا اليوم ليس هو الفتح عند علماء الصحابة لم يكن هو الفتح ليس الفتح أن يفتح النبي عليه الصلاة والسلام باب الكعب ويدخل وحده يتركع فيها طوي في كل جوانبها ويخرج فيخطب عزيزا ممكنا ويملي عليه الصلاة والسلام إملاء العفو على أسماع الناس ما تظنون أني فاعل بكم أخ كريم وابن أخ كريم اذهبوا فأنتم الطلقاء اليوم يوم المرحمة اليوم تعظم الحرمة ليس هذا يوم الفتح ويوم الفتح عند علماء الصحابة هو يوم حبس النبي عليه الصلاة والسلام وحرمانه من الكعبة وامتناع الصحابة عن طاعته في حلق رؤوسهم ودخوله على أم سلمة يقولوا هلك أصحابي أمرهم ولا يطيعونني أمرتهم أن يتحللوا فلم يفعلوا فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنه ورضاه لأنها تعلم نفسية الصدمة عند هؤلاء وكانت حكيمة رضي الله عنها ورضاه فأشارت عليه وقالت أنخرج واحلق رأسك أمامهم لعلهم فهموا أنها رخصة وأن العزيمة هي الثبات على الإحرام أرهم أنه اختيارك الحقيقي وأنك تأمرهم بما يرضي الله لا ترخص لهم رحمة بهم ورفقا بهم لأنهم لا يحبون أن يتخلوا عنك أنت احلق أمامهم رأسك ليفهموك أكثر فخرج عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه فتنافس الناس وتناحروا على بقايا شعري عليه الصلاة والسلام المتساقط ثم تسابقوا على حلق رؤوسهم هم خوفا من أن يتخاخروا عن أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا اليوم الشديد الذي يحار فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويتلفت من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق ويكرر نفس الكلام ألسنا على الحق ألسنا على الباطل لمن أرضى الدنية في ديننا ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذات الحروف والكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعمر كأنه يأخذها إملاء منه يا عمر هو رسول الله ولن يضيعه الله فالزم غرسه تنجو أهذا اليوم هو يوم الفتح كيف لأن حكمة الله أعظم من أمنياتنا أعظم وأكرم أجهش عبد الله بن عباس وأبو بكر الصديق وعلماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح يعني انتهت القصة إذا جاء نصر الله والفتح يعني أزدلت ستار السيرة النبوية الشريفة لملم أوراقك يا سيد الناس جاء وقت الرحيل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يا فهاجة قال عمر رضي الله عنه وارضاها لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف ترى هذه الآية قال هي أجل رسول الله قالت عيشة رضي الله عنه وارضاها لما نزلت إذا جاء نصر الله ورأيت الناس سدخلنا في دين الله يا فهاجة تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تغابا لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه أن يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم غفر لي سبحانك اللهم بحمدك اللهم غفر لي يتأولها انتهت الحكاية